حسناً من أول لحظة سلمنا مع بعض فيها أنه خلاص فيه كونكشن الكمسطري موزيكي هالتواصل ركيب وحسنا أنه فيه شيء بده يخلق لأنه في كثير قصص مشتركة يعني ناطرين شيء كثير حلو هلا لا عن جد نعناتنا من الجنوب نعناتنا طوال نعناتنا من حب السبور نعناتنا أكلنا صحي نعناتنا ما مندخين يعني في كثير أشياء مشترك هلأ هلأ عم تحكوا للتمثيل ولا شيء تامل لا هلأ عارض يا ماما أنه هلأ وراء الكواليد هلأ خلاص تمثيلها وعلى غير شيء هلأ بعد بدنا نشوف هلأ أصلا بدنا نسألك بعد شوية هلأ شيء هيئ أنه نوال تكون عن جد هالأد مريحة وقدر أنا وإياها المشاهدة كثير دقيقة والدور صعب يعني منا بس قصة حب عنده كثير أبعاد فكان بده هالأد يكون في موجة مشتركة بيني وبين نوال هلأ هي تحكي أنا حكيت والله كيف لقيتها لانوال هلأ بتشوف لو كيف لقيتها لانوال بمشاهد الحب هلأ هلأ لازم جامل صراحة مين هلأ لازم جامل صراحة مكلم طالب مني كالسؤال لا لا والله لازم جامل ما في واحد يشوفكم ما يسأل هالسؤال وانا بحزنه على المشاهد أنا هب جيرو أنا أعطيت الحب من عندي طلعته كله والمشاعر طلعته شوف نوال أنت كيف بمشاهد أنا أصلا بطبيعتي صعبة يعني بيّن هولي الفيلينج صعبة كتير حتى كتير مضبوط وكاركتيري اللي هي حلأ وأنه هلأ فينا تريفيل على الامتي هي حلأ حلأ ومجد صح حلأ صعبة وصعبة تفتح قلبها يعني بتكون تنطرون على آخر رمضان شكلك لحتى تحبوا بعض من عندها مجد غير موضوع مجد غير طريقة مجد حبها من أول مجد سريع سريع هي حلأ حلأ أنا قلت حلأ نوال بعد أكثر وأكثر نوالي أكثر من حلأ نوال تركت مهنة العلام لأنك حسيت أن تعبتك خاصة بعد ما تعرضت شخصيا لموقف خطر عم نحكي عن ليلة الرينج الحمد لله على سلامتك لكن حجزتي بأحدى البنيات يعني ضليتك فترة لكن ما مع بالي أحكي فيها أنا نظل بمود الحلقة لأنه بصير يعني بعده هيدا موضوع حتى مع البسيكولوج أنا قادرت أحكي معي فيه يمكن مرة بس حكيت فيه بمقابلة لأنه كان جاء بيه لطلع هيدا الشي وخلأ سكرنا عليه نوال كيف أجت الفكرة اللي رحتي على التمثيل صدفي 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 أنا تركت الإعلام مش لأنه بدروح التمثيل هاي ممكن في كتير ناس ما بتعرفها أنا تركت الإعلام لأنه استنزفت هيدا كلمة عموزة دايما لأنه هي اللي بتلخص قررت ترك الإعلام وقت اللي احتجزت يومتها لا أنا من وقتها قلت ما بأكمل آه أوكي فأنا أخدت القرار بعد بعد ما صاريت أخدت القرار بس كتير كان صعب علي لأجت كورونا كورونا طبعا بتنسي كل شي لأنه بدك تغطي كورونا ما فيك صرت أنت بمحل تاني فهول كلهم هيدا أخدت قرار أنا يا بدي بعدني هلأ بأول عمري هلأ بثلاثينات أنا يا هلأ بدي أكمل بفوتر جديد وبلش بحياة كتير غير بدي أدى وأنا حدا بيغير بالحياة بيقدر يغير يوم بدي أكمل بهذا السيستام يلي حتى بالبلد ما بقى حيوصلك لمحال فأخدت القرار أني أترك وقلت سأعمل هاي السنة بريك بعد 12 سنة إعلام لشوف وين بدأت حيات بس بالمسلسل ما رح تنفصلي عن الحياة السياسية تستعرفي لأبلت هيدا المسلسل لأنه أنا مروان حداد لتقيت فيه صدفة محال هاي هاي كيفا كيفك تاني نهار قال لي نوال عندي سكريبتو بدي أبعطيك قلت له اوكي بعطوه كنت في دبي قاعدة على البحر عم تشمس يعني عم بقراء أنا يعني مروان هي الشركة اللي ساعدت بي صحي صحي هو رح يكون يعني إشراف على إنتاج هو العمل من الام تي في بالنهاية إنتاج الام تي في وهي وإستاذ مروان يحدد مروان مشرفة على الإنتاج وأداء التفاصيل أكيد تحية تحية كبيرة طبعا عميتها بكير يعني ماجد منذر كلهم حتى عمار شغل عم بيكون عن جد عن جد شغل عم بيكون ولو أنه لوكل يمكن أنت بتعرفي بوجهة لوكل دايما غير عن أي شيء بس عم يشتغله كأنه عن جد بعقده يعني ما مونة عم نشتغل بحب كبير بشغف لهذا المشروع ابتداعا من يعني من غادك اللي اسمها من النص هالقصة الجديدة المختلفة اللي طلعت من عندها الكاتبة وصولا لمكرم الرئيس وكل فريق العمل عمار كثير في جو حلو ما حدا جاي يعمل على التاني نجم أو نجمة هل قد اقرافنا بعض كثير كثير وفي كامسة حلوة بين الكل يعني أنا مثلا رولا شامية هي روم ميت طبعي في عدد من الممثلين يعني المحبوبين رولا شامية رودريك غصن جهاد الأطراش عصام الأشعر أكيد محفظ الألقاء جان أسيس وفاق طراباي ران أشقر بالخلوح نيكول طعمي يعني تماما نكون عم ننسى لرولا في السفر ناطرينا ناطرينا من الكوميدي في ناس بتشوفون بالكوميدي يعم تشوفون بالدراما يعني أنا طايرة عقلي فيهم قد ما مبسوطة بالفايب اليوم لرولا كمان هذي نقلة تكون بالدراما وأكيد أدى